مقدمات الانقطاعات المتكررة تلمح بصيف بارد كما يشدو بها المسؤولين في المنصات واللقاءات حتى تحذرت أجساد المواطنين وباتت الغرابة تثير أنفسهم إذا ما استقر التيار على غير عادته ولكن ما زاد من بأس المواطنين التعرف الجديدة على سعر الكهرباء لفئات الشرائح التجاري والصناعي والحكومي والزراعي ما أثار حفيظة المستهلكين من المواطنين والتجار وتبعات ذلك على ارتفاع الأسعار حتى وإن عادت مشاهد انقطاع التيار الكهربائي إلى وضعها من جديد فهذه المشاهد وإن تعودت المكلة على عدم فراقها في فصل الصيف مسببة توقفا وخسائر مادية لأصحاب المطاعم والمحل التجارية وغيرها تزامنا مع أوضاع معيشية صعبة يتجرعها المواطنون فبرز مؤخرا قرارا لمجلس الوزراء الصادر رقم 35 للعام 2019 بشأن تحريك التعريفة لفئات الاستهلاك التي تحرك عجلة الاستثمار والتنمية بحضر موت متضمنا زيادة تسعير قيمة سعر وحدة التيار الكهربائي لفئات الشرائح التجاري والصناعي والحكومي والزراعي ابتداء من فواتير استهلاك شهر فبراير للعام 2020 وهما سبب تزايد معاناة أصحاب المحال التجارية وغيرها والله المعاناة صارت مرة مودي جدا يعني من ناحية أنه كان توصلك فاتورة في الشهر 10 ألف 12 ألف الآن تصير دبل توصل 25 أربعة وعشرين وهذا شي مضطر أنه يخلي الأسعار ترتفع والحاجات في السوق تكون أسعارها مرة مرتفعة جدا نحن نعاني من موضوع الزيادة اللي حصلت من السلطة المحلية واللي هو موسسة الكهرباء اللي هي زادت الضريبة إلى 100% زادت من 100% وحنا برضه أصحاب المول هذا مزودين علينا 200% فهذا هي الإشكالية والضرر اللي حصل عندنا من هذا الجانب ونناشد السلطة بالنظر في هذا الموضوع أو تضطر الناس إنها تصكر محلات إذا تم الأمر بهذه الطريقة الكهرباء ما نقدر ندفعها لأنه أصبحت توازي نصف الإيجار والإيجارات أصبحت بالسعودي وأصحاب العمارة ما يساعدوا معنا يعني ما عاد نضطر لن نغلق المحلات ما عاد شي معنا شي ثاني حتى وإن كانت هذه اللقاءات المنعقدة لتدارس الخطط الخاصة باستكمال تنفيذ المشاريع المتعترة والاستعدادات المطلوبة لمواجهة مشاكل الكهرباء خلال الصيف القادم لن تخفف المعاناة في نظر المواطنين ولكن يمكنها أن تجد حلا أمثلا لتخفيف معاناة المستثمرين في جانب تخفيض الزيادة لتعرفة الكهرباء أنا أتفقت مع اللقوة في الغرفة التجارية حضر موت يعني يتم الدفع التجاري بـ 50% من قيمة شهر فبراير هذا القرار تخطنا نحن 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 معقول لأننا كمؤسس نتبع الوزارة والحكومة نبع نخفض مراسل إلا أو نبع في لا ما فيش عفاء ما فيش تخفيض إنما حل المشكلة عشان مش يلمر نحن على أمل أنه يعني الدولة تتخذ قرار بالتطبيق أو بالتحريك التسعير شوية بتعمل تخفيض وشيء من الحكومة المركزية لأنه هذا القرار مش من المحافظة هذا القرار سيادي بفوق مركز وزراء يتخذه شخصيا مع حركة الاستثمار والتنمية التي تشهدها حضر موت تظل الأمال معلقة بعدم فقدان الحركة التنموية والاستثمارية بتلك التسعيرة الجديدة للكهرباء في ظل وضع صعب يعيشه المواطنين بعموم البلاد جراء الحرب الدائرة